اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج امنية مصرية النهاردة في مجلس النواب كان فيه اجتماع لاجلة الشؤون الدينية بمجلس النواب اللي بيرقصها الدكتور قسامة الاسهري اللجنة النهاردة كان بتبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة باقامة المؤتمر الدولي اللي بيحمل عنوان ملتقة سانت كاترين للسلام العالمي المؤتمر ده هيحمل شعار جميل اوي هنا نصلي معا ده المفروض هيكون في الفترة ما بين 18 و 19 اكتوبر القادم واللجنة اللي انعقتت النهاردة كان فيها اللي وقخلت فوضع محافظ جنوب سينة وقال انه بالفعل تم مخطبة الرئاسة عشان يتم هذا المؤتمر الدولي سنويا دي حاجة جميلة طب هي ليه جميلة قبل ما ندخل في التفاصيل احب اقول لكم لان جميلة لان مصر لما تعمل المؤتمر ده تبقى نجحت في حاجتين نجحت في جذب السياحة لمصر ودعمها لان السياحة من اهم مصادر الدخل القومي لبلدنا وده كلنا عارفينه ومن ناحية تانية هتبقى مصر نجحت بالمؤتمر ده فانها تقول ان مصر زي ما نجحت في اكتوبر 73 في عبور القناة وتحيير سيناء هي برضو بعد مرور اكتر من 45 سنة من اليوم ده بتنجح مرة تانية في الحفاظ على سيناء وبتنجح مرة جديدة في حرب من نوع اخر وهي الحرب ضد الارهاب ده اللي انا في هنتو من اجتماع لجنة شؤون الدينية النهاردة في مجلس النواب لما نرجع بقى لبرلمان النهاردة هنلاقي انه اسناء المناقشة قالت النائبة المحترمة اماني عزيز عضو لجنة شؤون الدينية بمجلس النواب ان البعض يرى ان سيناء غير مستقرة لاستقبال مثل هذا المؤتمر فورا رد عليها اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء وقال لها فيما معنى كلامه يا سياد النائبة اللي يقول سيناء فيها ارهاب اضرابيه على دماغه وقال انه علينا ان نرفع القبعة لوزارة الداخلية قوات مسلحة للتأمين الكامل لسيناء معنى كده ان مصر بتستعد بالفعل لمؤتمر عالمي عنوانه هنا نصلي معا بسانت كاترين هدفه ان يكون ملتقى للسلام العالمي وزي ما قالت الست ومكلسوه بالسلام احنا بدينا بسلام ردت الدنيا علينا بسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا دلوقتي خبر من البرنامان النهاردة فجر الدكتور اسامة الازهاري مستشار الرئيس للشؤون الدينية جعوته اللي سبق ليها اخرين وهي زيارة القدس حضراتكم عارفين ان فيه وجهتين نظر لزيارة القدس فيه رأي يقولك ان زيارة القدس فيها منافع بتعود بشكل مباشر على اخواننا في فلسطين اللي بيعانوا من الحصار والاضطهات والرأي التاني بيشوف انها دعوة ليست مقبولة دلوقتي خاصة في ظل الاحداث الراهنة ونقل السفارة الامريكية للقدس وانه كده يعتبر اعتراف بالاحتلال اسرائيلي وجهتين النظر مقدرش اقول ان هما ما يحترموش ضروري ان كل جانب من الاتنين عنده وجهة نظر سليمة بس احنا كمان هنستعرض دلوقتي مع الدكتور سعيد اللويندي خبير علاقات السياسية والدولية بالاهرام رأيه في هذا علو دكتور سعيد اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا حضرتك يا فندم رأيك ايه في الزيارة للقدس هل حضرتك مع الزيارة للقدس ولا مع عدم الزيارة في الوضع الراهن نعتقد ان الدكتور اسامة الازهاري كان على حق عندما دع الناس والطلبة والجميع للزيارة في القدس ردا على محاولة الولايات المتعة الامريكية من جانب واحد اعتبار القدس كلها عاصمة لاسرائيل وبالتالي نعتقد ان ربط هذا المكان المقدس والموجود في القرآن الكريم والاماكن الاسرية الرائعة المقدسة وردتها بما يوجد منها مثلها في مصر اعتقد ان هذا ما يقصد هو الدكتور الازهاري بالفعل ولا تنت اطلاقا ان الدكتور علي جمعة في مرحلة نراعي السابقة كان قد ظهر القدس اذا لنفس سابق بشكله باخر اعتقد ان نفيان هذه المنطقة وخصاميها وعدم زياراتها هذا يساعد بشكله باخر الاحتلال الاسرائيلي على ان يتمادى في هذا بديه من افكار ومخاططات ولكن ليس هذا اعتراف بالاحتلال لا ليس اعتراف بالاحتلال اطلاقا ولكن بشكله باخر يؤكد ان ربط هذه المدينة بمدن اخرى مقدسة في العالم الاسلامي اعتقد انها واجب على الشباب واجب على الرجال السياسي بشكله باخر لكن يعني الرد الشعبوي والرد الاثري بشكله باخر لما قمت به امريكا من طرف واحد عدد ترامب باعتبر القدس كلها عصون اسرائيل لا يوجد رد ابلغ مما قاله الدكتور اسامة الاسهار اشكرا كيف اند دكتور سعيد اشكرا كيف اند طي معنا المهندس حسام الخولي الامين العام لحزب مستقبل وطن اهلا اهلية فندم اهلا بيك فندم اهلا بحضرتك يا طرح حضرتك رأيك ايه في زيارة القدس هل حضرتك مع امضد الاول لازم اعطح انا وانا باتكلم باتكلم برأيي صخصي مش رأيي حزب لان الحزب مكتمعش ومشافش ومقالش قرار اي فندم فده رأيي صخصي اتفاضل اه برأيي صخصي ان القضية المصارة دلوقتي التوقيت بتاعها صعب سويا انا بتكلم مش مجتمعا دينينا انا مش هتكلم لانا مش فاكر بتاع دين انما في الاول والاخر انا هتكلم عليك الصاد ايوة اه لو انا روح للوط او اي حد راح للوطي فهم اضطر يأكل ويشرب وينم دعالف به حيدفع بالشكل تمام وبالتالي ححول الجنيه المصري بتاعي لشكل سعيد هل في هذا التوديد اقتصادنا اصلا حتى لو ده احنا في العمرة بنقول خفيفه شوية لان مصري محتاجة كل طيب هو مش على السعيد الاخر يا فندم ان ده ممكن يكون دعم للاخوة فلسطينيين اللي تحت الحصار ما يا فندم انا بتكلم ده وجه النظري اقتصاديا انا ما حدفع هحاوز فلوسي للشكل غصبا عني الشكل ده رايحين في الخزانات السايلة ايو يرجع على الفلسطينيين ازاي؟ ما عرفش هيرجع لهم ازاي؟ انا بتكلم انما انا دخلت في الخزانات انا قعني يرجع لهم لان هم فعلا فاتحين تجارة وبالفعل بيبيعوا وبالفعل عندهم محلات وبالفعل هم عايشين فهو اي تحرك في التحرك مادي موجود في السوق عندهم هيعود عليهم بتأثير ايجابي ده اللي انا بعنيه ما ماشي فانما حضرتك بس التحرك المادي هيعود الاول على الدولة المستضيفة على الدولة اللي موجود فيها الدولة اللي انا بحاول فلوسي لها انا لو طلعت ايطاليا دلوقتي فحاول يروح هتروح لفقومة ايطالية حيطة طيب هو لو بالمنطق ده طيب موقات كتير بيجينا احنا كتكاترة جامعة ان احنا نروح ندي دورات في البنوك مثلا ففي رأي برضو بيقول ان لا يجوز ان احنا نروح هناك لان الدولة محتلة طيب ما بنفس المنطق احنا بنمنع الاخواننا الفلسطينيين من العلم حتى وان كان مروحنا هناك هيخلينا نحول عملة وهنصرف فهل ده مش معناه ان هم اللي بتزلموا يا فندم عايشان بس في فرق الاول بين سياسات معينة او افراد محدودة لحاجات معينة لزيارات معينة محدودة علمية دي بتمقى خطع الحاجات كياسية وعلاقات دول وعلم وفي فرق بين افواك او اعداد الافواك والاعداد دي السياحة ايو السياحة بيبقى فيها زي ما بقوله حضرتك الخروج من الاقتصاد المصري لأي دولة هنا انا بتكلم الاول لأي دولة فهل وقتها دي بقوله حقيقي واحنا بكوننا بنتناقش في الوضع الطبيعي فيه ناس مصريين يعني حياتك بتنزلها اقتصاديا وليس سياسيا يعني حياتك لا تنزل لها ان هذا دعم من الاحتلال او اعتراب لونا في الدولة الإسرائيلية انا بنظر لها حضرتك ان اقتصادنا كاقتصاد يعني زي بقوله حقيقي احنا بنقول المصريين اللي هما بالنسبة لهم العمرة فيه ناس بتحب تروح كل سنة ايو بتحب دي المتعة بتعيدها قد بل حضرتك اللي هيروح القدس ان ما راحش القدس هيروح فرنسا يعني مش معنى ان القدس فتحت فسيتم تحويل العملة وتؤثر على الاقصاد وعدم زيارة القدس هيساعد في منع تحويل العملة هيحول العملة اخرى لا لو اتخذت منطق زيارات دينية فالاعداد مش هتبقى فرنسا والإيطاليا او كهتبى اعداد كبيرة هنتكلم مش هقول زي العمرة لكن هتكون باعداد اكبر بكتير اه مش سياحة شارجية لأي دولة تانية لفرنسا انما ده المنطق بتاعي دلوقتي بس انا دايما مع الموضوع ان احنا ما بنيجي نتناقص فيه ولازم احنا نتعود على كده في شعب المصري وانا اقولكو يعني ان احنا بناخد الموضوع اني فيه دايما اي موضوع ليه مزايا ولعينة ايو وبالتالي بنترفه بهدوء يعني لاني دايما انا بخاف اه اما بيبقى حد ديدي فكرة بتروح متاخدة يا معها قوي يا ضد قوي لأ مفيش فكرة ملهاش نيزة وملهاش عينة اشكرك يا فند فعلا كل حاجة لها وجهين العملة اشكرك يا فند موانس حسام الخولي اشكرك طيب نطلع فاصل ونرجع تاني النهاردة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج استضافت مؤتمر عنوانه 3 سنين واحنا معك تم في المؤتمر استعراض الجهود اللي بتتم لربط المواطنين المصريين في الخارج بوطنهم مصر المبادرة دي هدفها ربط الجيل التاني والتالت من المصريين اللي في الخارج بالوطن الام احنا لازم نكون عارفين ان الجيل اللي سافر برا اولاده ما عاشوش جوا مصر زي ما اهليهم عاشوا فالمؤتمر ده بيحاول انه نقدر نقول يعلي الانتماء عند الجيل التاني والتالت فاحنا معانا الاستاذة لسه المكالمة نحن نتصل بالاستاذة هذا عجمي هي الفكرة ان الجيل الاولاني اللي سافر برا فعلا بيبقى سعيد جدا وهو جاي مصر وبيبقى نفسه يزورها بس احنا اللي بنسعانه مش فقط الزيارة احنا اللي بنسعانه زيادة الاستثمارات جوا مصر اكيد اللي تعلموا برا مصر ممكن يكون مستوى التعليم اعلى اتعلموا حاجات افضل عندهم خبرات كتير احنا محتاجينها فاحنا بشكل او باخر بنحاول بالمؤتمرات دي نعلي مستوى الانتماء عند الشباب احنا معانا دلوقتي مدقلة لنائبة غادة عجمي اهلا بيك يا فندم استاذة غادة اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك تقدري حياتك تقول لنا ايه الغرض من المؤتمر اه اه عموما اه اه وزارة الهجرة والمصريين في الخارج تعتبر وزارة وليدة وزارة جديدة اه مش جديدة طبعا هي كانت موجودة قبل كده وزارة الهجرة في الصابق ولكن بالمسهوم الحالي انا بعتبرها اذن هي خطوة ايجابية اه نحو اه اه الكثير من المواقف الايجابية اه التي قامت بها اه معاني وزارة الهجرة نبيلة مكرم ايوا اه يعني بتوجيهات من فخامة الرئيس اه اه يعني قامت الوزارة في الاونة الاخيرة بعدة مؤتمرات اتعتبر انا من وجهة نظري ايجابية وخصوصا اه الهجرة الغير فرعية بالتوعية واجتماعات على مستوى اه الدولة كحرص فدود كدخلية ك ايوا بالفعل بالفعل يا فندم الهجرة غير شرعية تقريبا شبه منعادم الفترة الاخيرة كلها فعلا يعني ناكد نكون ان احنا ابدأنا نقول ان احنا اه نفتخب ان الهجرة الغير الشرعية تراجعت اه اه كثيرا جدا وخصوصا اه القبض على اه تمطرة الهجرة الغير الشرعية اللي عرضت مولدنا للموت اللي عرضت مولدنا للتجن في بعض البلاد الى الان فاحنا الحمد لله بالتوعية وفتح مجالات الحوار اه البناء اه بالشباب اللي موجودين في الخارج والداخل برضو اه يعني ازال هذه النقطة التي اعتبرها نقطة سلبية والحمد لله اه في تقدم اه المؤتمر اللي قامت به وزارة الهجرة يعرض ما قامت به الوزارة في الاونة الاخيرة احنا ما بنقولش احنا كل حاجة تحلت مية في المية لا احنا على حوار بناء وايجابي ومنقشات اه بتعاون مستمر مع وزارة الهجرة اه يعني انا بتكلم على المستوى الشخصي كنائب مصريين في الخارج وفي لجنة العلاقات الخارجية كان فيه الاثر الايجابي فيه الكثير من المواضيع اللي بعتبرها تطوير اه وطبعا احنا يعني تماني ما بنقولش خلص احنا ما كتفناش بكده لا احنا بنشتغل وشغالين اه سياد النائبة حضرتك محتكة بالمصريين العامين بالخارج ونشاط حضرتك معروف والحقيقة مسمع في كل حتة هل حضرتك شايفة ان قدرتوا تزودوا الانتماء عند الجيل التاني والتالت تجاه بلدهم الامة مصر احنا بنويقذ الانتماء يعني الانتماء موجود وتأكدي دم المصري في الخارج عنده عاطفة قوية جدا وجياشة ومش ادرى اقولك حنين لوطنه بدرجة مش هنقول ابور من في الداخل بس اللي في الغربة بيكون بيشعر ببلده وحساسية عاطفة بلده اكتر من اللي في الداخل ده اللي 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 الوزارة قانت به وإحنا تنواب برضو بنقوم به عرض الانجازات الايجارية بنقول احنا موجودين ده اللي تعمل ده اللي حيتعمل وإحنا مستمرين وأنا فخورة بيط وإحنا فخورين بحضرتك النائبة غدا عجمي شرفتين هفند النهارده كل سنة وحضرتكم طيبين كان يوم عشورة اللي دايما الشعب المصري بيحتفل به عن طريق طبعا الصوم وطبق عشورة اللي هو يعني البلد كده البليلة الكل سنة بيتكرر المشهد ده وعشورة من المناسبات اللي اللي ما زلنا كلنا بنحب نحتفل بيها وتسوعة وعشورة هو ده مجتمعنا المؤسسات الدينية الرسمية للدولة اللي بتمثلها وزارة الأوقاف قامت بغلق ضريح الإمام الحسين وانعت الزوار من دخوله لأسباب متعددة اللي أنا عايزة أقف قدامه هنا هو اشتعال المعركة والاشتباك على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشيعة وبعض الجهات السلفية دول بيقولوا حاجة ودول بيرفضوها وهو ده على فكرة السبب في غلق الضريح عشان ما يكونش فيه مشاكل هو ده مشهد بيتقرر كل سنة بس أنا عندي سؤال الشيعة مقتنعين بفكرة والسلفيين مقتنعين بفكرة آخر ليه الخناء ما كل واحد يقتنع بفكره كما يشاء امتى هنتخلص من التعصب تجاه ما نؤمن به الشيعة مؤمنين ان هم عندهم افكار وسليمة تمام زي الفل ربنا يسهل له السلفيين مؤمنين وان عندهم هم الافكار السليمة ومؤمنين بيها تمام برضو ربنا يسهل له ايه الفكرة ان احنا دايما اي اتنين مختلفين ندخل في حرب هو الايمان والمعتقدات والمعتقدات الدينية مش هي لله اكيد لله ما لهم البشر وعلشان كده كل سنة بيحصل اوقات كتير مشاكل هي اللي خلت ان دريح سيدنا الحسين يغلق منعا للمشاكل وما زلت بقول لامت هنتخلص من التعصف في الافكار ومحاولة جبر الاخر انه يمشي على فكرنا احنا ربنا كريم نروح بقى ايه لخبر تاني للطلاب بقى في خبر بيقول ان في غرامة عشرة جنيه على الطالب اللي هيغيب من مدرسته بدون عزر مقبول يعني ايه بدون عزر مقبول يعني ان كل طالب النهاردة مراحش المدرسة عنده غرامة عشرة جنيه لانه مقدرش يثبت انه هو عيان او عنده ظروف او كده وفي نفس الوقت كمان تم تخفيض 50% على تخفيض 50% على مصاريف جهات كتير اوي اولد المدرسين اولاد الشهداء ضحايا الارهاب يعني في نفس الوقت كمان كان فيه تعاون من وزارة التربية والتعليم انها تخفف الاعباء على المحتاجين لهذا الدعم احنا محتاجين ننعي الفنان القدير جميل راتب انتقل رحمة الله في عمر حوالي 90 سنة كان عنده رحلة عطاء طويلة جدا ومميزة ودائما بيقولوا ان السيرة اطول من العمر والاعمال كمان اطول من العمر فانا مؤمنة ان اعماله هتبقى خلدة وهتبقى اطول بكتير جدا جدا من عمره نظرا لعظمتها واحنا شفنا ده في فنانين توفاهم الله ومازالوا بالنسبة لنا سرتهم خلدة ومعانا مثال فنان احمد زاكي الست مكلسوم الفنان محمد عبدالوهاب ففعلا العمل اطول من العمر نطلع نشوف تقرير ونرجع مرة دانية نفقوا معنا حياتي كلها تاجر كيوب اجتدتها بالشاي والبن والدخان معقولة في حصرنا ده بيبقى في حب حرام وحب حيال راجل يدرب مراده بالمصاص ليه لازم في سبب حد يحاول يقتل كده مراده مجرد كلمة سمحة ولا فكرة مرت بالمقبض الفنان جميل راتب ودعا بعد رحلة عطاء متميزة ومنفردة رحل عن دنيانا الفنان الرائع جميل راتب عن عمر يناهز الاسنين وتسعين عاما كمين ده بتعمل ضدي عشان يلعبوني؟ ولد في الثامن عشر من أغسطس سنة 1926 ورحل في التاسع عشر من سبتمبر الفين وثمانية عشر بدأ حياته الفنية في عام الف وتسعمائة وستة واربعين من خلال السينما ثم اتجه إلى المسرح وعاد مرة أخرى للسينما في منتصف السبعينات وقام بتقديم نحو سبع وستين في المن ايه التعاور ده يا بني عاد عايزة نتركب جريمة قتل وقتل الضبط البوليس كمان يعني نطلع من نهرة نهرة في دوح ديرها في بداية الأربعينات حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر على عكس ما هو معروف أن البداية الفنية له كانت في فرنسا من خلال خشبة المسرح فيؤكد تاريخ السينما المصرية أن البداية الفنية الحقيقية له كانت في مصر عندما شارك عام 1946 في بطولة الفيلم المصري أنا الشرق والذي قامت ببطولته الممثلة الفرنسية كلو جودار مع نخبة من نجوم السينما المصرية في ذلك الوقت ومنهم جورج أبيض حسن رياض توفي الدئن وسعد أردش بعد هذا الفيلم سافر إلى فرنسا ليبدأ من هناك رحلته الحقيقية مع الفن فشارك في بطولة العديد من الأفلام المصرية وأصبح الفرنسيين يطلبونه في أدوار البطولة فعمل في سبع أفلام في السنوات العشر الأخيرة كما عمل أيضا في بطولة ثلاثة أفلام تونسية وبعد عودته للقاهرة رشح لدور الضابط في فيلم الكارنك الذي لعبه كمال الشناوي ثم رشحه صلاح أبو سيف لدور مهم في فيلم الكذاب وبعدها انهالت عليه الأدوار من كل مخرجي السينما تقريبا عرفة تمثل علي لدرجة اني فكرت اني أتجوزها الفنان جميل راتب ودعا الإبداع لا يموت ولازم نكون عارفين ان الفنان الراحل كان من راتب كان مثقف جدا كان قارئ كان عنده رؤية وكان ديما بينطقي أعماله وعلشان كده هو كان مبدع فيه فنانين كتير جدا بيمروا على حياتنا ولا يتركوا بصمة اللي بيترك بصمة هو المبدع معانا على الهاتف الأستاذ سمير جمل الكاتب والناقض الفني أهلا يا أستاذ سمير الخط قطع نحاول نرجع تاني الفنان جميل جميل راتب مش بس مسل في مصر مسل أفلام أجنبية وعمل مصرع ونجح في فرنسا أبنينجح في مصر لأن برضو هرجع وأقول هو مثقف ومتعلم وقارئ وأي مجال إن كان بدون العلم والثقافة ليس هناك إبداع هيبقى عمل وعدة ورجع لنا دلوقتي أستاذ سمير الجمل أهلا بيك يا فنم مساء الخير أهلا وساء إزاي حضرتك كيف أنتم كيف ترى رحلة الفنان المبدع جميل راتب يعني جميل راتب ده حيرنا لأنه يعني كوكتيل من إنه خواجة مصري بنكهة شعبية جميلة خالصة يعني حتى أسلوبه في نطق الكلام تحس إنك قدام خواجة بس مش قادرة تقول إنه خواجة كامل لكن خواجة من من نسيج ومن صميم الأرض المصرية الجميل وتجاربه الفرنسية اللي اشتغل فيها في فرنسا ولغة الفرنسية يعني مظهرتش في أعماله بشكل فيه قدر من التعالي يتحس إنه حد غريب أو حد جاي مهاجر إلى هنا لكن حاصلت فيها بالمصرية وحاصلت فيها بالأصالة لأنه كمان هو يعني درجة الود الإنسان اللي كانت موجودة عند القصص جميل راتب كانت بتمسح كل يعني سكرة التغريب أو إنه كان أي وحدك لو نظرنا لدوره في فيلم الكيف كان فيه عبقرية يعني كان معجون بالإحساس المصري بالكامل والشخصية المصرية وجاء إنه بالفعل تاجر من تجارة بطنية مش متعلم في فرنسا هي دي عبقرية سبت يعني أنت قدام شكله كده برنس ورجل خواجة ولكن من جواه فول وطعمية وكشري أو أقنعنا من البطنية صح؟ آه يعني أنا بقولك كده يعني برنس كده مستورد ولكن من جواه مليان فول وطعمية وكشري وغير كده الجانب اللي أجمل في جميل راتب مش بس فنه وده بيأكد لنا أنه ما فيش فن من غير إنسانية ما فيش فن من غير محبة حقيقية بينه للناس اللي حواليه وللموضوع اللي بيشتغلوا وللجموع اللي حواليه وأنا رأيي أن هي دي قيمة جميلة بالحقيقة وقيمة أي حد يعني يعني يمارس العمل للفن أو يمارس حتى أي عمل من غير المحبة ومن غير الاحترام للشغلك وحبك للشغلك كانت علاقاته كويسة مع الآخرين جدا كانت علاقاته ودودة مش كده أنا اللي عرفه إنه كان ودود جدا مع زمينه يعني أنت تشوفي مثلا علاقاته في المشاهد حتى بالذات مع محمد صبحي تحس فيه يعني وده موصول كده يعني بشكل يعني أكد يكسر الإهام بتاع التمثيل إن الناس دي ما بيتمثلش يعني عايزين يحضنوا ويبوسوا في بعض من كتر المحبة المتواصلة اللي بينه وطبعا مش مع صبحي بس الواحد يمكن مع صبحي عشان أكتر أعمالكت مع صبحي أو أشهرها أو أبرزها من أول ريحك المليون من ترى من المحتمل أن يكون امتداد للفنان جميل راتب على الساحة الفنية الآن لا ما فيش حد والامتداد ده ما فيش حد لأنه كل واحد المفروض أنه كل واحد ليه بصمة في شغله وكل واحد ليه طريقة في شغله وده مهم جدا عشان الناس ما تتكررش بمرة أخرى تاني يعني إذا إحنا استنسحنا جميل راتب تاني عمره ما يبقى زي جميل راتب الأصلي وإحنا عاوزين صورة تانية من جميل عاوزين نحتفظ بجميل راتب بشغله وأصلته كده على طول زي وهو برضو ده ينتبق على كل العمالقة الكبار اللي موجودين أنا بس كان نفسي حاجة واحدة يمكن يعني وبلغتها عن طريق زمل الليل لم نلتقدش بيه بشكل مباشر قلت له النفسي عمل مسلسل عن بطر الزغالي الأمين العام السابق لأمم المتحدة وصدامه مع أمريكا وإنت تبقى اللي تلعب ضربه فهو شبهه شوية فعلا جدا فعلا شبهه فعلا برسي يا فندم سيد سمير جمل أهلا بك شرفتنا الله يرحمه وهنرجع تاني بنقول برضو الإبداع لا يموت وضف لنا الناقد الأستاذ سمير دلوقتي إن المحبة والود والعلاقات الكويسة دي كمان لا تموت ده خبر بنختم بيه أخبارنا النهاردة وهنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكون مع الشخصية المصرية وإزاي يتم بناء الإنسان المصري وتركبته الشخصية المصرية عبر التاريخ ده هيكلمنا فيه بعد الفاصل دكتور والمؤرخ عاصم الدسولي أشوفكم بعد الفاصل ابقوا معنا بناء الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء الحضرات يعد الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضرات والنهوض بأي دولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول اهتمام كبير بفكرة بناء الإنسان والهوية المصرية وأكد أن بناء الإنسان هو تحدي للإنسانية كلها وهو جوهر رسالات وأنه يجب التحرك بقوة لإعادة سياغة الشخصية المصرية مصر بالفعل تحتاج إلى إصلاح جزري في عدة مجالات من أجل الوصول بالإنسان المصري إلى الحالة اللي كان عليها أيام زمان الحالة اللي يستطيع بها أن ينافس عالميا أخاه الإنسان في مجتمعات تصابق الزمن سواء في العالم العربي في أفريقيا أسيا في أوروبا هنائش كيف نبني الإنسان المصري مع المؤرخ الكبير الدكتور أسامي النسوئي أستاذي تاريخ الحديث أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لي الشرف أنك مشرفني يا دكتور أهلا بحضرتك دكتور حضرتك متفق معايا أن إحنا تغيرنا أن الإنسان المصري في الفترة الحالية ليس هو الإنسان المصري بطباعه وأخلاقه اللي كان فيها في فترات سابقة طبيعي ده يعني التغير ده صفة دائمة وملحوظة يعني طبعا لها أسباب يعني الشخصية المصرية عبر التاريخ في فترة من الثبات ممكن تبقى طويلة بعد تبقى فيه متغيرات على تطرق على الشخصية المصرية من حيث التعامل مع الجيران مع الأفراد مع الحكومة من علاقة بينه وبين السلطة السياسية القائمة دي كلها تبدأ يبقى لها مؤثرات على كيانه ويعيد بناء نمطه وسلوكه معرضا أخرى وسلوكه تجاه الأخرى هل ثورت يا دكتور 23 يوليو كان لها دخل بشكل أو بآخر في تغيير نمط الإنسان المصري آه طبعا لأنه ثورت 23 يوليو دي تنتمي إلى أو حتى الثورات بشكل عام لا ما هو الفكر هنا يعني ثورة 23 يوليو في قاتلة الضباط الأحرار عادت الانتماء للشعب المصري للبلد من حيث الانتماء والشعور بالانتماء من حيث الإجراءات التي بدأت تتخذها الإدارة إدارة الثورة فيما يتعلق بالنواحة الاقتصادية والاجتماعية التأميم إصلاح الزراعي إلغاء الأحزاب السياسية الموقف اللي كان الصدام اللي مع الأخوان المسلمين والتخلص منهم إلى أخر بالاعتقال وخضع على الإقطاع الآخر صحيح إن الإجراءات نفسها أضرت فئة نستفيدة منها طبعا يعني وده اللي موجود لحد النهار ده أثاره أثاره السلبية ولا الإجابية لا أثاره إن نحن عندنا في مجموعة تحل إلى العصر الملكي وبيكتبوا كده حتى اللحظة دي بسبب دولة بقى لما نيجي ندور عليهم ونشوف إيه أصولهم هل إيه عرضت بشكل أو بآخر لهذه الإجراءات سلبيا فكانت مضرورة فتبدأ تتكلم بالضد وتحل إلى أيام الملكية وبعضهم يطلع صور على الفيسبوك ده والكلام ده كله صورة مثل لمدام العتبة وهو راي نظيف أبقى لك ويقولك شوف أيام الملكية حاجات مضحكات يعني ما مش عارف طبعا طب السكان كانوا كام كانوا بالزبط أنا كنت لسه والأم الملكية كانوا كام واحد والعربيات الخاصة كانت قد إيه وهكذا كل ده الهدف منه الطعن في هذه الإجراءات عملته يوليو في 52 من حال شربط البلد بأهلها وربط الأهل البلد بالبلد من خلال الإجراءات دي تمثي من الغالبية الغالبة المستفيدة من 80% إلى 90% تماما بالضبط بتكرر الشخصية المصرية اللي صنعها محمد علي شوفوا من ناحية إيه لأن محمد علي شبيه كان بصير يتونه من غير ثورة هو عمل إجراءات ربطت المصرية قضع الممليك وما إلى ذلك قضع الممليك عمل المدرسة وبعت البعثات لم أولاد الشوال وحطوه في المدرسة الصناعية من غير ما يطالب الناس ده هو عمل الإجراءات دي من أجل التطوير المصريين مش عارفين أهمية بلدهم وقال كده وربنا بعتني لهم علشان أعرفهم لقيم بلدهم فأنا بأضطر أقصوا عليهم عشان يعملوا من أجل بلدهم فده هنا وفض الإجراءات دي موجودة والانتماء ده وارتبط بالأرض ويجي بقى يجي فيه أشعار كتيرة طبعا اتقالت عن الوطن والمسائل دي كلها وفلان اتطن أرضا يعني جعلها موطنه لحد ما يجي الاحتلال البريطاني طيب قبل نوصل لاحتلال يا دكتور خليني أقف عند محمد علي شوي هل حضرتك مصر الحديثة بدأت في عصر محمد علي أم بعد صور 19 لأن حياتك عارف فيه اختلاف ما بين الأدباء والمفاكرين في الحتة دي دي مرتبطة بمعنى الحديث معنى لو دائما لما نجي نتكلم نبقى عارفين أصول الكلمة أيو لمعناها يعني الحديث في اللغة دي ترجمة عربية لكلمة مودرن أيو في اللغة الإنجليزية مصبوط خويس هنا احنا فاهمين الحديث زمن يعني سنة ثلاثة طبعا مش غير سنة واحد لكن الأصل في الكلمة إنها مودرن يعني يكون في أكتر من مودرد تبقى المودرن هنا يا بقى الأصل لما نبحث في الأصل اللغة الجذر للكلمة في الثقافة الأوروبية هنجد إن مودرن مستخلصة من مودو وموديل وشيء مختلف مودر جديد مختلف عن إيه الموجود فده المودرن فاللي عمل محمد علي من إجراءات جعلك مصر مودرن شيء مختلف عن المصابقة السابقة ياما عصر عثمان للتأكيد برضو على كده ببساطة إحنا مثلا كتقودة المضيفة زمان الجنوس يا إما حصير وعلي شلت في الأحياء البلدية يا إما كنابتين وكان بحتى اسطنبولي يعني جاية من تركيا من أوروبا يعني بعدها لما بدأ الصالون الجديد اللي إحنا ما يستخدمه لحد النهاردة فبقى يجي الصالون المودرن أهو كده يتقال إيه فلان جاب صالون مودرن إيه مودرن يعني إيه هنقوه عليه حديث بس في المعنى مختلف يعني ممكن يكون عصر محمد علي كان عصر حديث وبعد صور 19 أيضا كان عصر حديث حسب الإيه مش الوضع السياسي حسب الوضع الاقتصابي الاجتماعي ها ده دي يعني المودرنة ديت أو الحداثة ديت بتيجي من أن أنت بدأ 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 بتاكل بيدك بيتاكل بالمعلقة فأصبح بقيت أكل بطريقة مودرن أكثر شيء مختلف كيف يا دكتور إحنا في الفاصل أنا وحضرتك وإنا بنتكلم في الإنسان المصري وكنا بنتكلم كيف نعيد بناءه مرة أخرى يعني حيثك متفق معايا أن إحنا الإنسان المصري النهاردة ثقافيا وفنيا مختلف ودعيا وفكريا مختلف عما سبق والاختلاف ليس لصالحه كيف نعيد بناء الإنسان المصري مرة أخرى لابد يبقى عنده يعود إليه الشعور بالانتماء إنه دي بلده وإنه ما يقدرش يستغنى عنها وإن بلده ما تقدرش تستغنى عنه وده ما يجيش إلا بإيه بإيه فاند؟ لازم أشعر لازم أشعر إن أنا إنسان في المكان ده والدولة تتعهدني لا تتركني لآلية العرض والطلب هي المشكلة عندنا إن إحنا زي ما كنا ما كنت حكمل الكلام لحد الاحتلال الدولة كانت بإجراءاتها بتنمي الانتماء والغير ما تطلب كويس خلق جي الاحتلال راح أدخل رأس المال في الحكم أيوه على طول أيوه وخلنا مثلا من ضمن الحاجات دي بدأ التعليم بالرسوم ما كانش التعليم بالرسوم اللي عمله محمد علي تعليم مجانا أيوه لحد الاحتلال الإنجليز لما جم عايزين يخلوا مصر جزء من بريطانيا فخلوا فيه رسوم على التعليم يرسملوها فتعمل إيه بقى التعليم بالرسوم مين بقى اللي حيكمل تعليمه اللي معه فلوس طبق اللي بقى يروح فين راح الحرفة يروح حرفة يعيه يقعد في الغيط عند أبوعة علشان كده حنلاقى في الزمن ده تعالى الاحتلال زادت نسبة المنتحقين بالأزهر علشان كان من غير مصريف ده مجانا ومش بس مجانا ده فيه جراية يعني الجراية لها الأكل آه يعني بيصرفوا نومه بعاشة آه آه واجبة فطبعا حتلاقى بقى نسبة يعني مش زي ما الناس فهمة ان نسبة الدخول للأزهر كتدايون فقط ده لأن ده المجال ببلاش والمجرسة المدنية ان هو هيتعلم ببلاش ويبقى فيه وجبة مجانية طبعا وحيطلع هيلاء برضو مجال وكلام من ده لكن التعليم المدني بالرسوم وده اللي خلى طبع حسين ايوه هو ابن الأسر الفقيرة دي ولولا أسرة عبد الرازق اللي في المينيا هي اللي تعهدته ايوه فهو اللي خلى لما وراح فرنسا وكلام من هذا ان هو لما بقى وزير في آخر حكومة حكومة الوفد من خمسين لاثنين وخمسين لما قال التعليم كالماء والهواء حق لكل إيه إنسان ايوه يعني معناها حق يعني نازل انه كوا مجاني اه وبدوا فعلا يطبقوا للتعليم المجاني بس في الابتدائي وكان تعليم مجاني مش مجاني تماما جزئي اه تخفيض ايه الرسول قامت اثمين وخمسين ايوه راحت ايه مشت في السكة دي خليته مجاني خالص وخليته مجاني فيما راح للتعليم وفي اثمين وستين بقت الجامعة مجاني مرضا تصبوط وإحنا إلى الآن عندنا التعليم مجاني اه هي دي الموجود لكن طبعا زادت الرسول بطريق غير مباشر اه اه يعني هي دي ايه يعني عندك مثلا في الجامعة تلاقي فيه كفاء ان هو مثلا بيتعرض لشير الكتب مثلا والحاجات دي كلها ولم يدخل في اي دورة بيتفع فلوس وكلام من هذا النوع في المدارس برضو اه حاجات بتفعل على الاولياء الامور مساهمة منهم في المدرسة وكلام ايه طب حايتك بشايف ان فيه مجانية التعليم زودت الكامل بس قللت في الجودة بتاعة المتخرجين يعني اعداد اعداد داخل التعليم مجاني ومعاها شهادات واحنا بنشوف منهم بنشوف منهم ومعادوا بلوم ومبعافش يقرأ انا معاك ايه يا حدث كده مالوش دعاب المجانية هم اللي بيقول الكلام ده برضو اللي بيرفع الشعار ده الناس اللي عايزين يرسمينه المجتمع مالوش دعاب المجانية اه لان المسألة ايه المجانية مش معناها ان الطالب بيدخل وما يتعلمش لا دي مسألة قدرات يعني ممكن اكون غني ودافع رسوم لكن غير قدر على التعلم لانه فيه فرق بين التعليم واللي هو ضعف في السيستم التعليمي في الرقابة ايوة مالوش علاقة بالمجانية مالوش عقل مجانية ايوة لان في الدول الاجنبية فيه مجانية ويهي احسن المدارس والجامعات الحكومية المدارس والجامعات الحكومية اتعامل نسبة مجانية للمتفوقين بالزبط الموجودين ومع ذلك الناس ما فشلوش بالعكس اه انما هي دي حجة للي عاوز ايه يعيد رسمالة التعليم يقول لك المجانية ادت اليك لا مش كده السبب ان الفصول مصدحمة ايوة فيه ملاد قاعدين على الارض في بعض المدارس في الريف طب ده يتعلم ازاي وبعدين المدارس السلطرات اللي عملوها دي والدرس الخصوصية بقنا دولة السلطرات طب دي ساناتر اه فكانت النتيجة انك انت تحصل على شهادة اه انك انت تعلمت يعني اخدت في عندنا تعليم اللي هو فيه مدرسة مثلا وجرس الحصة وموعيد ايوة المدارس داخل وامتحان لكن ما فيش تعلم يعني فرق كمون بين التيتشنج والليرنينج عندنا تيتشنج ومعنش لليرنينج ايو كده عندنا تيتشنج انه ايه فيه مدرسة وفيه فصل وامتحان وتصحيح وكل حاجة لكن ما فيش لليرنج يتعلم ايه متعلمش حاجة لما انت هتوقع تسكت الطلبة ولا تشرح لما يبقى تنميز فصل في مدرسة فيه ستين طالب وعملين غاغة المدارس ده هيسكت الطلبة ولا هيشرح السكت وعليم طبعا المدارس من مصلحته ان يبقى فيه جيسة لانه فيه دروس خصوصية طيب هل هو ده اللي مخلي الرئيس عبد فتاح السيسي مهتم جدا بالتعليم هل ده متواكب مع رغبته في بناء الانسان المصري اطبعا ما هو التعليم ده وسيلة وسيلة اطبعا ازاي انا اتفقف وتعلم وتربى ما هو ده الانسان يعني احنا قد تربية طيب ايه كمان غير التعليم يا فندم يعني بيساعد في بناء الشخصية المصرية شعور الانسان المصري بان ده بلده اللي يابد ان هو يلاقي وظيفة يلاقي سكن يناسب الدخل احنا عندنا من قارضة عالم وحوش موجود وده كله راجع للفترة اللي اعقابة فترة عبد النصر لما بدأت سياسة الانفتاح والحرية الاقتصادية بدعوة ايه دعني عاصر السادات الانفتاح بدعوة انها ان الغرب هكذا ان الغرب في الحرية الاقتصادية جميل انت المشكلة عندنا بقى ايه ان احنا ناخد منطقي شيء من الشكل دون المضمون اه لانه اه يعني ايه الحرية الاقتصادية هناك طب ليه ما فيش ازمات اجتماعية في الغرب الاوروبي ليه ليه مع ان فيه حرية اقتصادية بالضبط وفيه رأس مال فيه رأس مال بس مستدحمة داح زينا اه جميل بقى ايه بقى الضابط هنا اللي احنا مش عارفين نعمله ايه بقى عشان ناخد شكل ونسيب المضمون ونقولك زي الغرب هناك بقى اللي عامل ضبط ايه النقابات النقابات اه طبعا النقابات فيه كل نوع من انواع العمل له نقابة سواء نقابة خدمات او نقابة انتاج ونقابة حية ونقابة حية وناشطة النقابة مهمتها ايه تهدد صاحب العمل لها مطلب مثلا عايزين يرفعوا المرتبات او عايزين واجبة غزائية ايا كان يبدأ النسق اللي هم مسميين هناك طريقة متحضرة يقولوا عليه طريقة متحضرة لا تفاجئ صاحب العمل باضراب طب ما لعمل ايه قدمه طلبك الاول مش فاوضة يعني اه قدمه طلب جميع وافق انتهت المشكلة طب اذا لم يوافق يبدأ التفاوض رئيس النقابة مع صاحب الشركة عن طريق محامين في هناك محامين للنقابات للنقابات بتمثل العمال ومحامل الشركة تمت المفاوضات وفشلت المفاوضات لان كل واحد وقف عند النقطة من بتاعته خلاص هنا بقى يؤلم رئيس النقابة اذا لم يتم الاستجابة لطلبنا بنهاية يوم كذا يدي اسبوعين مثلا حيتم اضراب في اللحظة دي بقى في المنعطف ده صاحب العمل بيجري لاسترضاء العمال لان اضراب ساعة هو الخسران طب ايه سبب ضعف النقابات عندنا ما عندناش لانها عندنا اسامي موجود نقابات كل حاجة لا نقابة بس محدش حاسس ولا حاجة لان ما لهاش دور ده النقابة بتشتغل لصالح صاحب العمل ولا اليها اي قيمة وانا مش عايز اقول حاجة انا مثلا كنت في الهدى التحدة الامريكية من سنوات طويلة كنت استاذ زائر هناك ايه فاني وتابعت اضراب ظريف جدا نقابة الحانوتية اه شوف في نقابة الحانوتية طبعا نقابة الحانوتية النقابة كان بتتعامل ايه مع اهل المنعطف دي مشكلة عاملة اضراب دي بالعملية مسلا العملية 100 دولار اه مسلا اه يدفن يصالوا عليه في الكنيسة يدفن ايه طيب جات النقابة عاوزة تغير طيوة التعامل تخليها بالساعة هم اكتشفوا ايه ايه ان اللي بيندفن الظهر او اخر نهار غير اللي بيندفن بالليل عشان نراش اوارز اه فده بياخد وقت اكتر او ايه بياخد وقت نستهلك بنزين وكلام منه فقالك احنا عملها بالساعة والساعة بكزا اللي ياخد خمسة اللي ياخد سبعة اللي ياخد تلاتة يعني اللي هيندفن الفجر اه يخده ساعة اللي هيندفن فراش اوار طيب ايه بقى يعمله رئيس النقابة يقدم الطلب لمين بقى من المجلس البلدي لان دي نقابة خدمات اه مش صاحب مصنع ايه للمجلس البلدي ايه احنا عاوزين نغير طريقة زي مجلس المدينة كده عن دي زي مجلس المدينة اه فطبعا قدم المجلس قال لا 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 كلام بقى اكرام الماء الدفن كلام منه طيب يبدأ التفاور محام النقابة مع محامي المجلس البلدي المدينة فاشلت ايه المفاوضات اعلن رئيس النقابة الاضراب ايوه اضراب عن الدفن ايوه مثل لما يتم الاستجابة هنعمل الاضراب وجي اليوم وما استجابوش عمل الاضراب وحصل بقى درابي الجسس ملت الكنائس واتفتحت التلاجات وما حدش بيت هنا كمان فيه دور للنقابة مش على طريقتنا النقابة ايه والعملين بيسمعوا كلام النقابة ما بيجيش حد بقى يستغل الموقف ويحط سعر اعلى من عنده ويخلص اه اشتغل من تحت الترابيز ويقولك علينا بشيل نعم ايو بزبط ايو بزبط فيبقى هنا في موقف وفرضت النقابة حصل بقى ايه هاجر رأي العام اللي هو مين الرأي العام اهل الميت طبعا بيجتملين المجلس المدينة مش النقابة مش مؤتردين يدفعوا امرا طبعا ما ليش يتوافق على رأي النقابة فاضطر المجلس ان يوافق على رأي النقابة وانتهت اضراب واتحالت المشكلة هذه المسألة انت انت بتحكم وتملك وانا اللي بعمل طب انا ما ليش حق ان انا ادفع المصالحين يعني انا اجوع عشان انت تشبع طبعا هذه المشكلة عندنا ما عندناش نقابات ولا لها دور ولا معترب بها لو عملت انت اضراب اه تبعى خرجت بر القانون هل حضرتك نقاباتنا تأثرت بالطائرات السياسية اللي دخلتها الجواها اه طبعا حيثك شايف ان كان فيه تأسيس للنقابات ايوه وده برضو احد العيوب لان النقابة هنا ملاهاش علاقة بالسياسة عاوش تتشغل في السياسة روح حزب يعني دي عامة زي ايه زي اتحادات الطلاب في الجامعات ايوه اتحاد الطلاب ده مهمته رعاية مصالح الطلاب ما يوش دعوه بالسياسة ما يوش دعوه بالسياسة لا يعني مثلا اه فيه طلبة بيشتكوا ان الاستاذ ما بيدخلش للمحاضرة او بيدخل عشرة ده ويمشي يروح الطلبة يشتكوا لرئيس الاتحاد عن طريق او يروح هو يكلم رئيس الجامعة رئيس الاتحاد يروح للعميد او رئيس الجامعة الطلبة بيشتكوا من كذا فيتدخل العميد أو رئيس الجامعة لشان يضبط هذا الأستاذ المنفلت لكن الطلبة الاتحاد سايدين الشوالانة ديت وتكلموا في الدستور والانتخاباتها انت عاوز تتكلم في السياسة روح نضم الحزب من الأحزاب لكن الاتحاد الطلبة لشؤون الطلبة لمصالح الطلبة اللي بيشتكوا منه الامتحانات طريقة الامتحانات جدر الامتحانات المحاضرات زي ما هم عاوزين وانت تتبنى والدافع عن فتجاه الجامعة باحدك قلتنا دلوقتي ان احنا لازم الانتماء لازم التعليم لازم حوق النقابات ايه كمان يا دكتور؟ هنا لازم كمان ايضا ان انت بقى جواك الموروس الفقاف المشترك ما معنى؟ احنا عندنا فقافة مشتركة عبر التاريخ عبر الحضارات جمعت ما بين المصريين على اختلاف الاعراق الاصول وعلى اختلاف الداهب والاديان الشخصية المصرية عبر التاريخ ده طول عمرها شخصية وسطية معتدلة ودي جاية من الجغرافيا الجغرافيا يعني ايه الطبيعة المصرية طبيعة معتدلة ما هياش زي الطبيعة الصحراوية ولا الجبلية ولا طبيعة الغابات ليست جافة اه ليست جافة عندنا الشخصية المعتدلة دي البسيطة لا يتميل الى التطرف لا يميما ولا يسارا ببليل حتى ايه؟ لما تلاقي مثلا ممكن شاب في اسرة او مع زميله بيتكلم كده في حاجة وانيقول الناس ايه عمال يشطح زينا نتكلم اه فتلاقي بقى في الوستانه بحيلك حيلك انت فين اه لا ما تروحش بعيد اه ده ده بعيد عن شخصيتنا احنا شخصيتنا معتدلة يا ابني خبالك من الكلام ده لكن احنا ما بقناش كده ليه لان اجراءات المعادية لانك انت تكون معتدل اضطرتك انك انت تبقى متطرف تعني بايه اجراءات معادية يا فانت اللي هي ما بتضمنيش الحياة الامنة والشريفة واننا ها بيبقوا يعني فريسة سهلة والاستقطاب الخارجي بقى اه طبعا هيدخل هنا الخارج ما يلاقي شوية شباب موجودين بيتكلموا بس دولة بقى ناخدهم ونجدهم فلوس خلصت خلصت ونتكلموا في الحريات بقى وحقوق الانسان طيب حياتك شايف ان دائما احنا في مصر بنحن للماضي هل احنا بنحن للماضي عشان الماضي بتاعنا كان افضل من الحاضر ولا هو دي طبيعة الانسان في كل العالم لا هو طبيعي دايما احنا بالنسبة ليه نحن لحن الماضي احنا بنحن ليه ازاي انت كنت عايش مستقر وامن على يومك وغدك مش بنسبة ليك بس بالنسبة لأولادك الموجودين مطمئن حتى احنا دايما اللي عنده اسرة اقول ليه ايش ايانه بيشتغل وكلام ايه حاول يشتري يعمل يقول لك انا قصي بعمل ده عشان الولاد يعني مش مسألة انا هو الطفان من بعدي لا ده انا بعمل وانا من ناحيتي مش عاوز حاج لكن انا بشتغل عشان اولادي واضمن لهم ايه مصدر اه رزق يا يتعلم عشان يتوظف يا اما يكون فيه مصلحة اه اسس اه شركة مكان كلام بيت كلام من هذا انه من ايكاي اضمن لهم اه مورد يمنعهم من السؤال اه يعني دي مسألة اه فمن هنا بيجي المعنى بتاع الوطن الوطن يعني يقول لك ايه لو فتحنا في معظم اللغة يقول لك اتطم فلان ارضا اه ايجعلها موطنة يعني قاعد فيها بكلمة الامراض المتوطنة جاي عشان الموطن قاعدة كده اه ما بيسيبش المكان ده بيسيبش المكان اه طب يا دكتور حتك اشرت لثقافة المصرية المشتركة فاحنا لو شفنا الثقافات المصرية سواء متوسطة افريقية عربية حيث ايه اكتر ثقافة احنا يجب التمسك بيها في الوقت الحالي هي ثقافة المصر القديم دي اللي هي الاعتدال وعدم التطرف الوسطية الوسطية والتسامح صحيح الاتجاه ده بيستعدي عليك المتطرف شمينا او يسارا طبعا اه طبعا طبعا اه لكن لما تنتشر هذه الوسطية امت تنتشر الوسطية دي لما كل واحد يكون امن على يومه وعلى غده وهنا يأتي دور بقى السلطة او الدولة اه لانه اه زنت يعني انا اتعلم واحصل على شهده لان تأتي الوسطية الا بالامان بالضبط كده هنا ده بتدعمها موجودة وتضرب بقى المتطرفين لان دايما لما نشوف التاريخ هنلاقي المتطرف يمينا او يسارا بيجتمعوا مع بعض ضد المعتدل هل بيجتمعوا في عدم التسامح فاندم؟ لا اه طبعا نجتمعوا في عدم التسامح طبعا طبعا يعني احنا اخذنا نموذج عملي وانا اتكلم مثلا عن فترة جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر نموذج للشخصية المصرية الوسطية معتدل لا يميل لا لليمين ولا لليسار مين اجتمع عليه الاتنين اليمين المؤثر في الاخوان واليسار مؤثر في الشيوعية بالفعل اه اجتمعوا عليه عشان يضربوه يعني عندك هتلر وموسيلين نظام وسطي ما بين الشيوعية وما بين الرأس مالية فاجتمع الاتنين الشيوعية والرأس مالية عشان يضربوه وقضوا عليه قضوا عليه فعلا وبدأت الحرب الباردة والاستقفاض الدولي الموجود مع ان الناس بقى مش فهمة ان زي عن ايه ده نظام وسطي ان زيدي دي حرفين ايوه نعني ناشونال زوشاليزم الاشتراكية الوطنية ايوه طبعا اه دي فمنين كان طيب هل حالتك في رأي موجود بيقول ان ثورة 25 يناير كان لها تأثير ايجابي كتير ولا تأثير سلبي على الشباب تأثير سلبي اكتر ويمكن على طريق التعاملهم وبدأهم استخدامهم للحريات في التعبير عن قرأهم بيكون بطريقة غير معتادة لنا في المجتمع المصري هل حضرتك شايف ده ليه هل عشان ما كانش عندهم وعي سياسي خالص يعني اتصرفوا بدون وعي وبشيء من رعونة هم الحركة بارئت لما نتكلم عن 25 يناير ايوه هل نتكلم لحد 28 يناير اه لان الفترة دي تلايام دي من 25 ل28 كان الشباب الموجود اللي بنجمع في مدان التحرير هدفه هو الشباب المعتادل ده لو عاوز يعود لدور الدولة الاقتصادي الاجتماعي منعا لقيام مظاهرات الخبز ايوه ده الهدف 28 ويوم الجمعة سيطر الاخوان على الحركة فبدأ تطرف اليميني موجود فده كان له تأثير سلبي على الشباب طبعا يعني انا اتذكر ان في السنة دي بالذات لما بدأت الجامعة الترم التاني اخدنا اجازات كتير وقتها الطلبة كانت بتتصرف بطريقة مش متعودينها منهم يعني فيها نوع من انواع الاجرسفنس العالية فده اجت ان كانوا احدك فاكر كانوا بيحبسوا دكاترة وكانوا بيعملوا اضرابات غير مبررة ده سبب ايه فندم؟ وسبب ان الجماعة الاخوان من ساعة ما تم الافراد عنهم في 72 انتشر بقى في كل المؤسسات في النقابات المهنية والعمالية وفي الصحافة وفي كل الجهزة الموجودة وفي المدارس وفي الجامعات بدأت تنمي هذا الفكر المتطرف ضد الدولة المصرية الموجودة وجاءت الفرصة بقى في 28 يناير لما سيطروا على الساحة السياسية من خلال اداء صلاة الجمعة في ميدان التحرير طب هل كده فقط ولا ان احنا فشلنا ان احنا نعلب الشباب كيفية التعبير عن الرأي بصورة محترمة؟ طبعا ده وارد ايضا لان في الفترة دي كلها والامفتاح الاقتصادي هو الاساس لكن احنا برضو عندنا خصوصية ثقافية وهي الصبر الصبر اه لانا الصبر ده موال يعني طويل جدا احنا شعب صبور يا فندم؟ جدا ده انا انا فاكر احد المويل اللي كنت احب اروح السيدنا الحسين في رمضان ايوه والاسم اسمع مويل زمان محمد طه واحد اسمه بدراع المحلوي اه انا فاكر موال بيتكلم عن الشخصية المصرية المعتادة لدي كان بيقول ايه قالولي اهل الحجة اللي هم احنا ما تكونش يوم نواح تبكي على اللي مضى وتحزن على اللي راح وارضى بحكم القدر في الحزن والافراح والله وفي الوساطية دي فلسافة فلسافة الرضا فلسافة الرضا في الوساطية انا سامع موال من محمد طه في الاهاوي دي زمان ايوه كان بيقولي ايوه في الوساطية انخيروك في القصد خد عقلتين من وسط اه لان اللي تحت موكي امام ساوس واللي فوق زع شوعة اللي خفيدة فقولك خد عقلتين من وسط اه وانخيروك في النساء خد احلاهن وسط اه وانخيروك في الامور فخيروا الامام الوسط الناس اللي قاعدة تسمع تقول ايوه الوسط كده اه يعني طيب امتى هنرجع تاني شعب وسطي يعني في الانترو انهاردة في الحلقة حياتك عارف كل سنة وحياتك طيب انهاردة عشورة اه وطبعا تم غلق اه مسجد سيدنا الحسين اه الدريح سيدنا الحسين طبعا عشان الشيعة اه حاجة بتقول طبعا علشان الشيعة عشان اه امتى هنوصل ان كل واحد حر في معتقداته من غير ما نوصل لصدام مع نتيجة التطرف مع معتقد اخر هو ده لازم لازم العودة لدور الدولة في تحقيق الانتماء ولما يبقى الانسان مشغول بوظفته ولوم تعيشه مش هيهتم بالحاجات دي كلها انا لو لاحظنا يناير وتلاتين يونيو والمسائل دي كلها مين اللي كان بيبات في مدام التحرير الناس مش موظفين ايه طبعا ما هو ده لو موظف هينزلوا حشور عند حضور وانصراع ايه طبعا مش هيحد يقبض اول الشهر مش كده هل ليه ايه طبعا فلو كان الناس دي كلها موظفين كان ولا حصل لا يناير ولا فبراير وده العين فالانتماء هنا اصلا الانتماء مش حاجة معنوية حاجة مادية في الاساس انت منتني لهذا المكان لان انا مستفيد منه مادية مش روحية وهل ده بيفصل لنا ان اوقات بيكون العامل المصري هنا اه ليس على المستوى المطلوب ولما بيشتغل برا مصر بيقى من افضل عمال طبعا لانه هناك ينتمي للفلوس اللي بياخدها وطبعا عارف ان فيه قانون وكل حاجة ولا يطبق ايه ان الراجل بيشتغل موجود لما بيجي هنا وبيلاقي انه عدم الشغل زي حتى الغربي هنا القانون والعقوبة توقز ما نسميه بالضمير دي ناحية تانية القانون والعقوبة توقز الضمير اه ما نسميه بالضمير اه يعني احنا ايه اللي بيعبر عنها المثل الشعب العلم القديم ايوه ما استخاف ما تختشيش بس هي بتخاف مش ضميرها بيسحى لا ما هو هنا يعني هو ايه لما عمل كده ده خايف من العقوبة مش بيختشي كده من نفسه ويقول عيب لا ده خايف من العقوبة لكن هو لو اختشى من نفسه ويبقى عنده ضمير اه بقى ما بيحصلش والمثل جي من كده اه ناس تخاف ما تختشيش يعني احنا لما بيلاقي الانسان اللي بره الخواجة اللي بره في اي بلد اوروبي اه ساعة عربية عارف ان من اشارة حمرة يعني لازم يقف معاين الشارع فاضي لانه عارف ان فيه عقوبة هنا يبص حواليه ملقاش حد يكسر اشارة لما يجي الغرب ده نفسه في مصر هنا بيكسر الاشارة ما هو لقى الناس ايه ما بتختشيش وبينطم من عصير مفيش عقوبة مفيش عقوبة العقوبة هنا عشان كده نقولي احنا عايزين بابة القانون اللي هي تخلي العقوبة مصطرة على الجميع بدون التسناء وبدون انك انت تبقى عارف فلان وبدون ايه الحاجات اللي تحت الترابيزة فيبقى هنا بقى نوقز الضمير يبقى انت ضميرك صاحي عشان خايف من العقوبة طيب انا هيسأل حكس سؤال شخص حضرتك عصرت فترات سياسية مختلفة واجيال مختلفة انهي جيل وانهي فترة سياسية حياتك عصرتها كانت قريبة للانسان المصري الحياتك تتمناه ان يكون عليه هي فترة الستينيات الستينيات اه لان فيها كان دور الدولة واضح جدا خلقت الانتماء اه للناس والناس كانت بتؤدي عملها بكل ضمير لان هو عارف ان فيه عائد وفيه شيء بيغضوا مطمئن وبعدين انا 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 هقولك على النفسي فضل انا تخرجت سنة واحد وستين اي فضل واشتغلت في القطع لقبل الحكومة وكنت باخد مرتب اتنين وعشرين جنيه وتزوجت وعملت اسره وكله بروح مصيف بالمرتب ده ايوه نهار ما كون رايح شغلي وفي جيبي ربع جنيه فكة ايوه ببقى مطمئن ان انا ما ايا فلوس اه ازاي بقى ان انا بركب الاوتوبيس بقرش ساغ وراجع وراجع بقرش ساغ اهوه وشايف المكتب بقرش ساغ وقرش اهوه اربع ارش فضل واحد واشين ارش اي كيلو فاكهة بثلاثة ارش صاروه يعني اه طبعا طبعا معاك واحد واشين ارش كنا نركب اما نركب الاوتوبيس احيانا فيكم ساري بعض غريف كده يقول ايه حد عاوز تفك الجنيه فالناس تبص كده مين معا جنيه وجاي معانا ليه طيب ده للكب معا جنيه ده ده ربع جنيه حلو اول خمسين ارش طب يعني هالوقتها ما كنتوش عالين بالغلاء يعني اوقات بيجي بالي ان احنا كل جيل بيشعر بالغلاء بس دايما يقول على الجيل اللي قبديه كان افضل مكنتوش عالين بالغلاء طبعا لان فيه ضبط ورقابة على الاسعار ده كان فيه قانون بمنع الخلو ايوه وراثوا الخلو والناس كتير كمان اه وزا حصل ان فيه صاحب بيت طلب خلو والمطلوب منه راح بلغ بيتمسك صاحب البيت ممنوع الخلو والايجار كمان مكون بيت جديد وانا اه راح اه أجر حيقول لي مثلا الشقة بخمتاشر جنيه في الزمن ده هاتيلي راجمة تقيم الايجار عالي ولا لا لا ده عكس مبادئ الاقتصاد الحر المبني على العرض والطلب وان احنا لو عملنا كده ده ضد قوانين الاستثمار العالمية وان احنا بندر باقتصادنا معنا نرجع تاني للدايرة النقصة معنا عندنا بناخد الاقتصاد الحر من غير ضوابطه فتحول الاقتصاد الحر عندنا الى النهب الحر النهب الحر الحقيقة الحوار مع حضرتك يعني ممتع الدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ واستاذ تاريخ المعاصر انا بشكر حضرتك جدا ولينا لقاء تاني لان الحوار لسه له بقية نطلع فاصل ونرجع مرة تانية افقوا معنا مصر افضل بعد الاستثمار في افريقيا في عام 2019 مصر جاذبة للاستثمار في 2019 دا مش كلامي ولا هو كلام انشى بنقول ونردده دي حقيقة اقرتها تقارير صادرة من مؤسسات اقتصادية عالمية في تقريرها الصادر تحت عنوان اين تستثمر في افريقيا تم اختيار مصر كافضل بلد الاستثمار في عام 2019 في قارة افريقيا وده العام التاني عالتوال ده نتيجة الاصلاحات الاقتصادية اللي ساهمت بشكل كبير في تحسين البيئة الاستثمارية ونتيجة المشروعات الضخمة اللي تم تنفيذها خلال الاربع سنين اللي فاتت في مجال البنية الاساسية طبعا ده كان له دور كبير في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار النهاردة معنا الدكتور عوض الترساوي مستشار جمعية المصرية الاستثمار والتمويل هنتكلم معاه عن خريص الاستثمار المتوقع خلال 2019 ونشوف مدى صحة ودقة الكلام اللي أنا عرضت على حضرتكم أهلا يا دكتور أهلا يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور الناس كلها بتقول أن التقارير بتقول أن احنا أحسن مكان للاستثمار وأحسن مناخ للاستثمار الكلام ده يا دكتور إثباتاته إيه عندنا على أرض الواقع إثباتاته على أرض الواقع أولا نؤكد على شيء مهم جدا وهو أن المؤسسات المالية العالمية تعمل أولا من أجل الثقة في مستكسب الثقة لدى المؤسسات الاستثمارية في العالم يعني هذه المؤسسات زي مؤسسة مثلا بيتش مودز ستاندر أند بورز مؤسسات المالية هذه المؤسسات معتمدة من لجان التقييم للأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية لدى الكونجرس الأمريكي لأن النظام في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المؤسسات يدبع مباشرة الكونجرس لا يدبع الرئيس وبالتالي هذه المؤسسات عندما تصدر تقاريرها هذه تقارير سليمة 100% على أسس علمية بحتة يعني لا شبهة فيها للمجاملة ولا للمغيرة اثنين أن هذه التقارير مرتبطة بتقارير اقتصادية تبنى على أرقام والأرقام دائما لا تجذب فالأرقام لا تجذب فبناء على ذلك صدر هذا التصنيف وهذه القرارات لصالح الدولة المصرية لكن لماذا صدرت السؤال الهام احنا كنا في العام 2011 ثم مات له من الأعوام كنا في قاع السلم الاقتصادي والتصنيف الاعتماني للدول على مستوى العالم إلا أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو استعادت وبقوة إرادتها ونشاطاتها الاقتصادية وقوتها الفاعلة لاسترداد مركز مصر الذي يليق بها في التصنيف الاعتماني جاء التصنيف الاعتماني للدولة المصرية عندما تولى رئيس السيسم سدة الحكم قامت الدولة المصرية على الفور في خلال أول سنة بتزديد ما يقرب من 8 مليار دولار 8 مليار دولار لنادي باريس أقصات متأخرة للطاقة متأخرة وكان مرجعين فكان هنا يهدد لفكرة التصنيف الاعتماني للدولة المصرية قامت الدولة بعد ذلك وهو ده اللي كان باين في مزان المدفوعات مؤثر على مخزون الدولار مخزون الدولار علشان تم بالفعل سنة المديونيات المتراكمة تمام زلالت ساعتك تنتهك سياسة إصلاحية هيكلية حتى أغسطس منتصر أغسطس 2016 في أغسطس 2016 كانت التقارير الدولية وكان الاحتياط النقدي لمصر بالمناسبة 15.5 مليار قالت أن مصر مركزها الاقتصادي مهدد بقوة وبيستخدمه في الرأس المالية اصطلاح الإفلاس أيه بالفعل هذا الاصطلاح لا يجري ولا يجوز أن يجرى على الدول لأن الدول لا تفلس لأنها ليست شركات المؤسسات الدول تتوقف عن الوفاء بالتزامات الدولية ثم تعيد هيكلة وتكون هناك أجراءات أخرى مجازا ما يطلق عليه الإفلاس بالضبط مجازا لكن حتى لا يعمم المصطلح لأنه له أدوات في القطاع التجاري بشكل مختلفة عن الدول أخذت أو اتخذت قرارات 3 نوفمبر تحريص على صرف اعتماد القيمة المضافة في الدرائب تحريك سعر المحروقات للإصلاح اللي هيكلة للخلل اللي هيكلة المالي في الموازنة الدولة المصرية فخط إجراءات الإصلاح الذي ترتب عليها أنت الآن تتحدث عن احتياطي نقدي للدولة المصرية من العملة الأجنبية قارب على 48 مليار الاحتياطي النقدي ده احتياطي فعلي 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 وليس نتيجة القروض اللي تم الحصول عليها من نقدي الدول بغض النظر عن القروض الاحتياطي دروقي أنه يؤمن احتياجات الدولة لفترة زمنية مستقبلية ويؤمن التزامات الدولة والفاق بالتزامات الدولية قيمة هذا القرض بالنسبة للسندوق 12 مليار ده 1.5% كلام يعني ده رسوم إدارية ما فيش وعلى مدى طويل لكن أنا بأمن آنية الدولة إلى أن تسترد الدولة عافيتها مرة أخرى فوصل احتياطي 48 مليار دولو 48 هيعلن عنه في نهاية العام الربع هذا الربع هذا الربع اثنين هذه الإصلاحات اللي حضرتك اتخذتها بهذا الشكل جابت ممرضود تضخمي كبير وده كان معروف أن دي هذه الموجة العنيفة لتحريص على الصرف هتستغرق قد ايه من 6 شهور إلى 8 بالفعل الدولة المصرية اكتزتها اللي هي رفعنا فيها فايدة إلى وصلنا إلى 20 عشان أمتص السيولة داخل للسوق وابتدعي أعيد تدورها بشكل آخر عشان أقدر أسيطر على معدل التضخم فوصلت للتضخم إلى معدل 29 ايه في المية ثم الآن أنا بتحدث في 2018 عن معدل تضخم 12-13% هذا المعدل وصل إلى 12-13% وممكن ينخفض ليه عشان التطبيق أو الشريحة الأخرى من التحرير اللي احنا حررناه بتحرير بتحرير أو تحريك المحروقات أسعار المحروقات ده أثر على ايه السندوق كان متوقع على حضرتك معدل نمو 4 و 2 من 10 قلت وخلفت السندوق في الوقت ده وقلت يا سادة معدل النمو للدولة المصرية هيصل إلى 5 ونص الآن بالفعل 5 ونص وهذا الكلام أنا قلت في التلفزيون المصري قبل أن يحدث هذا المعدل وبقول لي ساعتك بداية أو الربع الأول من 19 معدل النمو للدولة المصرية سيصل إلى 6 أو 6 و 2 من 10 ليه هذه الأمور الدولة أدركت بعمقه تجاربة تاريخية العميقة بأنها لابد أن تحرك ألية المشروعات لأن بناء الاقتصاد ويقولون أنشتاين يقول أسائر في الحياة أيوة في الحياة كراكب الدراجة عليه أن يظلف الحركة لأنه لو توقف عن الحركة سقط فأدركت الدولة هذه المسألة فبدأت بالمشروعات القومية على نطق كبير ليه؟ عشان أنت بتصلي عدد كبير جدا من العمالة والبطارة فتحرك لحركة الاقتصاد في الدولة فأنشئت جذب استثمارات جذب استثمارات أنت ساعدتك بتقول وهتسألينه فترة الأخيرة؟ السؤال ده له وجهة أخرى وهي فضر هي لماذا لم يأتي المستثمر حتى الآن؟ أو أتى على حياته؟ هقول لحضرتك ليه ليه؟ لأن حضرتك عندما تتحدث أنت كنت في قاعدة تصنيف بي في التصنيف الاقتماني بي آه دول المستثمر الأجنبي له رؤية لا ينظر إلى تقاريرك الداخلية إنما ينظر إلى التقارير المؤسسات المالية الدولية المعتمدة في ذلك الشأن فكان بينظر على فيتش وستاندرد ومودس فكان تصنيف مصر متأخر يعني ليبل بي اللي حضرتك فيه فيه 11 مستوى 11 مستوى أنت ارتقيت من قاع هذا المستوى إلى تريبل بي تريبل بي هو ده التصنيف الاقتماني اللي بنقول لدينا قدر على الوفاء ولا توجد مخاطر استثمارية مستقبلية وقت الاستثمار فإحنا أصبحنا دلوقتي فالمستثمر بيبص على التقارير دي مش بص على تقاريرك يعني إحنا أصبحنا دلوقتي مناسبين إنت جاهز لأن المرحلة القادمة في نص يونيو هتخش على إيه؟ تصنيفك إيه؟ خلاص خلاص إنت دخلت في مرحلة الأمان والجذب الشديد للإستثمار فإذا كل هذه الفترة كانت فترة تمهيدية وتحضيرية لجذب المستثمر الأجنبي الذي ينظر على التقارير الدولية ولا يعتد بتقاريرك الداخلية على الاقتصاد ورأس المال جبان هو ينظر على المؤسسات المالية دكتور عوض خليل لو تتكرم أخذ الجانب الآخر تمام المشروعات دي كلها مشروعات مهمة جدا للدولة وهي الأساس البنيان وهي طبعا طويلة الأجل يعني ماهيش مشروعات قصيرة الأجل في العائد بتاعها للمواطن المصري المواطن المصري لما بيجي يقرأ أن الاستثمارات مصر منخها جاذب الاستثمار وقاله تم جاذب الاستثمارات وتحسل إحياط النقدي بيقولك أنا إمتى أنا أحس بدا عند قول واحد وهنا استرجع برضو بالمواطن إلى التاريخ عندما كان معدل النمو في الدولة المصرية 7.5% وهذا كان معدل النمو صحيح في العام 2008 و2005 ما قبلها هنا عند هذا التقرير شعر المواطن بالأريحية ليه؟ لأن هذا المعدل من النمو يستغر الجميع الأيدي العاملة في الدولة وتصبر معدل البطالة في حدوده وفل فرص عمل كبير أنت الآن تصارع من أجل البقاء تتقدم ولكن ببطء ولكن هذا البطء مصحوبا بسابات يعني الدولة ثابتة أنت ساعتك استلمت دولة مهلهلة دولة كانت تتقاذفها من كل نحية أنت كنت داخل على مشروع مأساوي في الاقتصاد أخذت إجراءات قوية جدا وتحملها بالمناسبة هذا الشعب البطل الأجراءات ديت لو دولة في أوروبا دخلت هنشوفنا اليونان داخل مرحلة التقاشف الدول الناس اللي تجاهل آخر والمغاير اللي بيبص على تركيا طبما تقول لي تركيا في التسعينات وما خدت إجراءات الإصلاحات كان إيه اللي بيحصل لغاية 2003 أو 2005 كان حضرتك بيقى في الـ 500 عشان تروح تكشف علاج أو تكشف في مستشفى تروح من الساعة 5 للفاجر تقف قدام مستشفى عشان أنت حجز دور عشان تاخد دواء الآن أنت تتحدث بتطور ما وصلناش لمرحلة دي لأن الدولة المصرية وأنا لما خلفت السندوق في مسألة معدل النمو أنا خلفتها من واقع خبرة مصرية الأرقام السندوق يتعامل على الأرقام لكن أنا واخدت في اعتباري جانب آخر وهو الاقتصاد العميق أو الاقتصاد الموازي للدولة المصرية لأنه ده اقتصاد بياخد من الاقتصاد القومي وياخد من الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر لكن كيفية توظيفه في أمس والطرقه ده دور الدولة مع الاقتصاد الموازي ده ملياراتي طبعا هو ده الجانب يعني لماذا تترك الدولة الاقتصاد الموازي على هذا الحال ليه لأنك ليس لديك أفقار إبداعية في التحرك في هذا الملف هذا الملف يحتاج أفقار غير التقليدية في الاقتصاد وبالمناسبة جيمس كانتون كبير المخططين الاستراتيجيين للبيت الأبيض اللي بيتحدث عن الاقتصاد المستقبلي بيتحدث عن الاقتصاد الإبداع حضرتك في عشرين اتنين وعشرين هتشوف في حرب جديدة اسمها حرب استقطاب المواهب الآن في حرب اقتصادية جديدة تسمى حرب العملات 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 في حرب الآن بين روسيا تركيا الصين الولايات المتحدة الأمريكية على أشدها أنت في مأمن من هذا ليه لأchardك في التصنيف الاقتماني مقدرات وصروات بشري وصروات طبيعية ضخمة في الاقتصاد المستقبلي إيه هو الاقتصاد اللي هو الاقتصاد الأزرق الاقتصاد الأزرق هو الاقتصاد البحري اللي ساعدتك في الدولة المصرية أمتي بترسيم حدودك بينك وبين كبرصل أمتي بترسيم حدودك بينك وبين السعودية قمت ترسيل محدودك بينك وبيني اليونان لماذا؟ لأن 75% من الثروات العالم كله في هذا الاقتصاد النيل والليساني قناة السويس الخليجية السويس والعقبة كل هذا اقتصاد أزرق للدورة المصرية يميل إلى كافة اقتصاد الدولة المصرية تقرير الأمم المتحدة على هذه المصادر أو الثروات الطبيعية بيصنف مصر 20-50 الدولة رقم 13 على العالم وتسبق السعودية فعلا؟ ده فعلا تقريبا نشور حضرتك هتؤمن على نت شبوه ليه؟ لأن مقدر الاحتياطي من الثروات الطبيعية للدولة المصرية ضخمة جدا الآن الذي تتعامل فيه فقط هو حقل ظهر حقل ظهر ده حقل سيعقبه حقوله الأخرى سواء في البحر الأحمر أو في الدلتة وتذكر حدث هذا الشباب حيث تأشرت أن الوقصاد في سنة 2008 كان معدل النمو فيه بيصل 9% 7.5% ولكن في قطاع معين إيه الخطر بقى؟ إيه بقى؟ اللي عمل لنا الإشكالية أنه كان داخل القطاع المالي فقط القطاع المالي اللي هو القطاع المصرفي بتصنيفاته والقطاع المالي غير مصرفي اللي هو البرصة وسوق المال والأوراق المالية والتعامل به فكان اللي حاسس به فئة معينة في جنيه سماريته بالكامل الآن الدولة المصرية بتاخد منهج اسمه منهج الاقتصاد الحقيقي إيه الاقتصاد الحقيقي؟ اللي هو الاقتصاد القائم على الصناعة وعلى الزراعة هذا اقتصاد يسمى اقتصاد حقيقي لماذا؟ لأن الاقتصاد المالي واقتصاد الخدمي اقتصاد رغم فعليته أهميته الاقتصاد هاش بمبة واحدة طيالك بينه وشوفنا بمبة واحدة 13 مليار من السياحة طاروا دفعة واحدة فأي دولة تتحمل ان يخرج منها 13 مليار أضف إلى ذلك في السياسة النقدية للدولة المصرية ودي مهمة النقطة مهمة جدا إن جميع الاستثمارات الأجنبية في الدولة المصرية لا تدخل ضمن الاحتياط النقدي الدولة المصرية بسياسيتها من أيام الدكتور عاطف صدق عامره رحمه الله هو من درسل المالية العامة والتشاري الضريب الدكتور محمد الرزاز فأحنا تعلمنا منهم علم غزير هذا الاحتياط لا يدخل الدولة ليه لأنه مال متحرك حتى إذا ما خرج أو طلب من المستثمر يروح فلوسه دون أن تؤثر على أي احتياط للدولة فإذن الدولة المصرية لها سياسات نقدية وسياسات مصرفية ومالية محكمة ودقيقة يبقى شيء واحد بس الاقتصاد قولا واحدا عشان تحس به يعني انتاج فقط لغير هذه الكلمة تساوي كثير يعني انت لو ضعفت انتاجك المالي انتاجك الصناعي والزراعي للدولة المصرية خفضت يدينك بمقدر النص 88 و 44 أوتوماتيك لأنك ضعفته إنما ما ضعفتش الانتاجك ستظل تدور في فلك إشكالية الفجوة التمويلية سواء الاستثمارية أو سد عجز الموازنة للدولة المصرية طب حياتك حياتك بتقول كده وفي نفس الوقت فيه أصوات كثيرة بتخرج في الفترة السابقة إن منذ 25 الان هناك كثير من المصائل متوقفة عن العمل طب الكلام ده طب إزاي نرجحها للشغل إزاي ترجحها بالعوامل التحفيزية إعادة التمويل والشراكة مهم جدا يعني عندك أدوات كثيرة جدا إذا كان المصطع متوقف من نتيجة ديون فليما حول شي بدلا من أحول الدين بدلا ما هو دين أحوله إلى شراكة وأحوله إلى سهل يعني إيه يعني السند اللي حضرتك ما ديونة بي يتحول الحصة في رأس المال حولك الحصة في رأس المال ودخلك تمويل وأعيد هيكلتك إحنا عملنا ده آه البنية التشعية عملت قانون إثنين قانون الإفلاس الجديد الذي صاد أصدرته أصدرته البرلماء فيه باب كامل لباب الهيكلة باب الهيكلة المالية مطبق في فرنسا من أواخر التمانينات إحنا لسه بانطبعنا حيثك شايف لما تصدر لاحة تنفيذية للمشروع ده هو لاحة تنفيذية صادرت هل بالفعل سيتم إعادة الهيكلة وإعادة تصنيف رأس المال مطل أخرى مع الدائنين آه من حق كل شركة ده من حق ده أعطى قانونا وفقا لهذا القانون أن يتقدم صحب الشركة بس دوا بيطلب وفقة الدائن لا مش وفقة الدائن دوا بتتعرض المسألة كلها برمتها على المحكمة المحكمة الاقتصادية بتعين لجنة من الخبراء لجنة الخبراء بتقول أفضل طريقة لإعادة هذا المصنع أو هذه الشركة إلى العمل إما أن ندخلها رأس المال أو أعمل لها إعادة هيكلة مالية أو إعادة هيكلة إدارية وفنية فبيدي له التصنيف والتصحية وبتكلفة غير كثيرة فبيدي له لجنة وخبرة وقيمة من الخبرات القانونية والاستشارات المالية بدي له الرأي الصح اللي يقدر يعيب به مرة أخرى داخل التمويل الأفكار غير ثابتة وغير وأدوات التمويل في الدولة أو في الاقتصاد لأي دولة أدوات متعددة وتنهية وغير متنهية أنت فقط أن تبدع الأفكار بالنسبة إلى شيء مهم جدا من نتيجة الإصلاح الاقتصادي يعني أنا عندي فائد في الميزانية أو موازنة الدولة واحد ونصف في المئة فائد أولي يعني إيه فائد أولي؟ يعني لما شلي الدين وخدمات وركنهم على جنب وشوف إنتاج الدولة أنا عندي واحد ونصف في المئة فائد يبقى دي أول مرة منذ عقدين كاملين أن مصر تحقق فائد فيه الميزانية فائد أولي دي ما حصلش دي أرقام هذه الأرقام كلها بترفع السندوق موجود جهد دولة يعني ما فيش أرقامها تطلع أرقام خطأ أو الحاجة الناس أصلا محترفين في الاقتصاد فإذا أنت بتتعامل مع المحر مع السن الملف بتتعامل معه بإصلاحات جزرية الإصلاحات تحتاج التحمل الشديد متى ما يشعر المواطن بهذا التحسن؟ أيوة يشعر المواطن بهذا التحسن عندما تتقدم الدولة بخطوات له وتحرك العجلة الاستثمارية بشكل أسرع وأفضل للإنتاج إزاي؟ إزاي؟ هقول لحضرتك فكرة بسيطة تحويل جميع الوحدات الإدارية للدولة المصرية الصغرى إلى وحدات اقتصادية أنا مش عندي بوضرة البنك المركزي اللي أصدرها الرئيس والبنك المركزي المشروعات الصغيرة المتين مليار؟ أيوة طب المتين مليار على كم سنة؟ خمس سنين على خمس سنين خمس سنة سبعة كمانا؟ إيه رأي حضرتك؟ لا هو في أربع سنين هيتمول لـ 200 مليار طب إيه رأي حضرتك؟ لو أنت حولت الوحدات الاقتصادية الصغيرة اللي هي القرى وعندك قانون سوء المال بلاي حيث التنفيذية بيعطي لك هذا الحق حولت هذه القرى إلى شركات بشاركة من الدولة أنا بضخ مال وبشارك المواطنين في إدارة مالهم هما يدروها فقال مؤسسات الشركات ايه يبقى أنا عندي يبقى أنا عندي كام؟ عندي 6500 ألف شركة مساهمة تنشأ بجرة ألم وحدة اللي هما عدد الكرة للدولة المصرية طب خائف هيتك بتوقع ده ممكن يحصل في مصر في فترة قادمة؟ هي القرى يارت الجريئة والإصلاحات الجريئة اللي هتحدث التغيير فكرة المقاطعات ما هي قامت في الصين كده الصين اهتمت ازاي؟ الهند قامت ازاي؟ بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة هذه المشروعات الصغيرة ومتوسطة لديك رأس مال بشري قوي ولديك يعني بيسموه المعرفية الخاصة برأس المال البشري للدولة المصرية ممتازة عندك عامل له قدرة على التعلم كما كان تفضل أستاذنا الدكتور عاصم كان بيقول لك قدرة على التعلم الفني الاهتمام بالمؤسسات الفنية والتعليمية المهنية هم جدا للدولة المصرية لان عندما اتخذ قرار زي مثل هذا القرار بالتوجيه هذا التمويل للكرة ده انا بشغل الكرة متخصصة في أدق تخصصتها بشركات مساهمة انا معنى كده ان انا هدخهم الستة الاف ومسوميت قرية هدخلهم لثمائتين مليار على اربع سنين يعني حول الدولة تعول الدولة هل جمعية المصرية الاستثمار والتمويل اللي حضرتك عضو فيها هل قمتم بعرض هذه المشاريع على الجهات المختصة بالدولة انا شخصيا بعرضه وبعرضه من خلال ساعتك ومن خلال تنفذون المصري قلته يا سادة حولوا هذه المؤسسات حولوا الدولة كلها الى قطعات اقتصادية بس لا تدار بمفهوم البيروقراطي للدولة المصرية تدار بمفهوم الشركات والجمعيات العمومية لهذه الشركات بمعنى هضرب لحضرتك مثال قرية بسيطة مثلا لكن قرية صقارة مشهورة بالكلمة الصوف والأدوات والكلام دي صناعات الصناعات وبالمناسبة هقول للناس شاركوا باكتتاب في هذه الشركات باللي تقدروا عليه ولكن الدولة مش هدير الدولة يبقى لها ممثل فقط داخل بحصة رأس المال لو جمعت هذه القرية البسيطة عشر مليون بقى عند شركة بتلاتين مليون تستطيع القدرة على المنافسة والدخول الحيز وتصدير انتاجها هاخد أنا دوري كدولة ايه بالمناسبة كما تحدث استاذنا الدولة امرها في معاقل الاقتصاد العالمي الرأس المالية امريكا لا تتخلى عن دور الدولة لا الدولة بتتدخل لشان تدي عنات بطالة الدولة بتتدخل لإفقاد وإفشال صفقات طيب خليني انه الحلقة بجملة حياتك تقولها للمواطن المصري تقوله ايه ثق تماما في بلدك ثق في الله وثق في وطنيتك وثق في بلدك عطاقة وانها مليئة بالكنوس مش مصر مش فقيرة اشكرك يا دكتور دكتور عوض درساوي واستشارة جمعية المصرية الاسمار والتويل شرفتني فاندي وهقول وهني حلقتي بقول ثق في بلدك ثق في ربنا وثق في وطنيتك شوفكم ان شاء الله بكرة الساعة سبعة أسبوع على ألسل اشتركوا في القناة